موسيقى تنجم تعبي قفتك بكل مهم موجود خذرة والحم وحوت موسيقى تنجم تتعد لنتمتها لماذا دمتها موسيقى تنجم الناس هاو طو مش ندخل مشيت لقدام سوق الحوط البرة سهلت علي الدنيا غالية ودخل السوق بشويشة نرى هيك بتاع الزوالي مش نشوف الله غالب نأتي الزوالي مشاك يقول الحمد لله ونقول الحمد لله يا ربي وكهو وبطولي وبطولي في جيبي 900 فرق أنا سناعي 39 سناء في البرد العربي وضيعتنا مشاتنا لا خلطنا لا بقتنا بابا ثلاث صغار ما عادش تاخلط مش عبي قفتك دا ما عادش نخلط والله لا عاد نخلط وكيانك غيري توها هاو هنا في باب جبلي واحد حبي ينصب جاتوا البلدية ضرب كرش وحله ايش باش ايش باش نحكو ايش باش نخلو عليش عبنو فينا هكا الله هو عنه احنا سناعية نخدمو في البلاد العربي من العام الثمانين من الثورة وهي تجبت تجبت الانسان ولا يحير مش في مكلته ركوب بتاع الكار خمس مرت فرنك ما يلقهاش في جيب عليش عاملوا فينا هكا الله هو عنه سكون هم اللي عليش عاملوا فيكم هكا؟ الحكومة الحكومة يدخلونا في سلعة من البرة تمشي للتلاحة تلقاها مضروبة تمشي جيلة الصنعة هنا تلقاها مضروبة ما نعرفوش علاش اشي قصدوا به احنا وين باش نمشو شنو تحبوا تقول لهم اليوم؟ نقول لهم يرحم وديكم يرحم وديكم يرحم وديكم يرحم وديكم استهلوا فينا احنا عباد ختينا نحب ونخدموا بعرقش بينا ونصوروا جوني نعيشوا هكا الصغيرات لا يلقا باش ياكل لا يخلص باه لا ضو لا باش كيام رضي حتى يخوا بكوا احرابش هو صحيح بالحق بالغلاقة برشا من نحيط التوابل ومن نحيط الحمص والفول وكل غالي حتى الفلاح معاش جمي وصل لك السرع بالحق بالمواطنة ومنه كل شي غالي تيجر قاعد يربح؟ احنا بيدنا نعانيهم المشاكل بتاع العباد معنات عمل للغلاق وزيد عندي وحق معنات تشاكها من الغلاق وزيد احنا حتى المصوان بتاعنا نقص معنات معاش كمقبل حتى حتى باش نزيدو نحط البنفيس بتاعنا 20-15% ولا نحطوه 10-15% احنا بيدنا وينينا سيصوف المواطن عشما جاي متغشش المربوح ونقص حتى احنا ضغطوا عليهم وكل شي كيف هي ضغطوا عليكم وكل شي من الزولة من الاخباضات من الدواجة تمشي الكياس غاديك تهزف لحظة غاديك تحول باقاش قولك هاتف فتورات هاتك هذاء زمارة والزيتون هون ملوح غاديكاية لمنهازو الزيتون البلاي بربي اللي واكل في العام يأكل بستملائي خدمة وطوكي سوكي برعمة فرنك وخفص فرنك شموه يطير العييه كذي بيه عايش فيها عباد غاديكاية عايشين في البلاد هذي كان في الكراسيك هذي في تونس والسلام عليكم بره واني جيتوا بره والناس وكلها في ازمة هوني ريك ده العباد هولي على التجار حشي يتول في اللاحة اللي تقولوا هاته يقولك يجهز اشمع واخوذ اللي كنت ما خلصوش تلوش على كل الناس المزبري كزواء ولا نحوهم وعملوهم زيت عوريتهم بكهو وقاعد العباد حابسة تشوه بعدها وتشو فيه البلاد هذيها تقول هره حدها ضايا ضايا تقولك ايش بتتعدم هنية البلاد هوت شو فيه شو ساكت لغلبيت العباد ساكت كل شي الدنيا كل غلات لكلو البطاطا وصلها على الفين واش اللي ما وصلش قبل البصل كيف كيف الحم كيف كيف الحم قل لك بعد راس العام شو اللي بربعين الف الزوالي منين ياكل الدجاج اللي كان ياكل فيه الزوالي ما عاش نجم يطولو ش مش ياكل بلادنا اللي كانت بلاد الخير وبلاد الوهرة بلاد الكار وفيت وفيت من جماعة هذة ما اللي قاعدين شدين الكراسي في تونس وما يبيته متعشيين وحنا نبيته جيعانين برا شوف برشة طرف وبرشة عباد ميتة بشر متطولش تاخد حتى رطل حمص بلاد وفيت وفيت البلاد وفيت طوى في التكسي خادها نحكي نتكلم قل يا بنتي البلاد ما عاش نطولو ونشروا فيها حد شي حد شي ما عاد نشروا فيها وعلى مراد الله على مراد الله شو ما تقولهم مادام انت؟ ما قولهم يا ولدي وانا حيو الكراسي وتلهيوا بالعباد وتلهيوا بالزويلة وتلهيوا بالناس اللي قاعدة تموت عرية التلهيوا بيهم شوية ونحيوا الكراسي وابعدوا على الكراسي ويزيهم الحرام ويزيهم السرقة ويزيهم الهم الأزرق ما عادش طول اللي ترتزيت ولات ب6500 الزويل يمسيكن الفلاح يخدم 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 العام كامل يسقي ويعمل يجي يجمع مفماش لا يجمع لا يجمع ومقاوش العباد تجمع والزيتون الملوح والزيت بلاش فلوسه ما عادش ما عادش تونس وفات وفات تونس يحصر على تونس مني غالية اتكسية غالية خضر غالية حوط غالية زيت غالية واحد يروح مقفة ورا فرغ يروح ما عاد دخلت على حد شي ما عاد دخلت على حد شي يشري 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 وفلسه كل شي غالي الدولة الدولة لازم تلهب بالشعب تلهب بالعباد مش تلهب الكراسي اللي وجع فلوس ومتجيبهم اللي شد رئيس الحكومة اللي يبو فلوس اللي لم يجيبه يلميش الشعب ولا حاجة كما يكيب تربح تربح بعد تقصد تحب شرفي وما كيك الحكومة الحكومة يقصد الوص اللي يشيبه يقطع مع ساقة يعرفهم ولا يعرفهم حتى حد ما يعرف يقصد الوص اللي يشيبه ويرغط يراهم يشوفوا الوضع يراهم يراهم الحوانط يراهم الشعب يراهم العباد شو هوا ضرهم زوالي معاش يخلط حتى خبز مشيخوها خبز ميتو خمسي ولا ما عاش يشي ميشي ولا يقلب ببرا القفة زعمة مزيل المواطن يخلط يعابيها بالخضرة والحم والحوت والله شي والله ما يخلط عليها حتى بالصيفة يخلط على الطل السبارس حتى الطرف الحوت ولا طرف الحم بالصيفة يخلط عليها من جمش يخلط عليها من جمش دلناها تعبين برشا تعبين برشا خضرة شنية حوالي لا والله شي والله شي والله عالدي في الكبار الطرف مع الدنوز والسلق كويينوغي الله ماذا ؟ ما هي السبب التي وصلنا للغليه كالتاجر يتحقيق والفليح يتحقيق ايش ؟ ماذا نقل منها ؟ ماذا سبب ، ماذا نقل منك ؟ لا أعلم بهم أسباب من أعرف عليهم الله غالب دنيا تعبها برشا الله غالب والله شيء أسف واحد عنده وثي صغار ولا ضوط صغار ولا واحد برد بسي يأخذ على يشربها ماء بسي يشربها الله غالب هكي تونس لو واحد يقدر يأخذ حمد 25-27 يالب ما يقدرش هكي تونس وكاري وثلاثة مائة ثلاثة يوم مشي دورهم زوج تيد صغار عنده معه في الدار ومشي دورهم هكي تونس راو اللوظارة تبشي وجي ودخة تبشي وجي ومثم حد شي لاحسب وليا حسبو من حد شي تمشي كيباش تونس ما انتقول يشطل الحكومة هذية تكون في المستوى هناكي اشطالبين توا الحكومة هذية تكون في المستوى جديدة المشاملون هذية وبرشة الترافيك برشة وكل شي موجود باركة مع الناس لانتوا امنوا واحد وسبين سنة بارك الله ما كانش عنا الشي هذية عم نعرفوه جعنا الغلامة كانت سنب كل هذية شو دبش تاخد الجياز كلي بطل يقولوا كلي وباربع ريف الجياز تكلف توا الناس عايش عايشة توا الجياز ولي الدنضا نحكيوا توا احنا احنا كان للزواري شطل حكومة جديدة هذية هذية قالوا الجماعة الداخرة تكون في المستوى المطلوب للزواري والتونس كاملة زادا وربي قدال الخير وتحية تونس انا نقول للدولة التونسية احنا احنا نقولوا عنا رئيس جديد والرئيس متمسك بالدولة التونسية واحنا نقولوا للرئيس احنا معك لكن يزم مشاريع جريئة يزمك تتقدم مشاريع جريئة الشعب وراك لكن صلاحياته محدودة ما اوش صلاحياته محدودة مش صحيح القائد الاعلى قوات مصلحة يجم يقدم مشاريع مجموعة مشاريع وقدمها السفتاء للشعب هذية في صلاحياته يجم يعمل عشرين خمستاشن مشروعي قدمها بين عام او لا ويقدمهم للشعب التونسي في السفتاء الشعب يوافق عليهم وهذه هما مصلحة الدولة واي انسان يجي تتسر هذه الامور هذية واي حكومة يجي مش يطبق ما قام به رئيس جمهوري هذية منصة لحيات رئيس جمهوري واحنا نحبه لرئيس جمهورية محبه لتونس كما الاستاذ قائد السعيدة ونقروا فيه خير ان شاء الله نحبه يكون قد معاته الثيقة اللي عطاهلو ثلاثة بنائل ونصف تونسي منتخبين نقدها واحنا عنا ثيقة فيه وبعض الاحزاب احنا اغلب الاحزاب هي احزاب عميلة واحزاب تخدم لاجندات خارجية احنا نقول ان شاء الله شعب التونسي فايق بكم وربي قدر خير وشاء الله ربي يصلحتون